السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الخامسة الابتدائي إن شاء الله نتابع مع بعض منهج اللغة الإنجليزية العام الدراسي الجديد 2023 بإذن الله يتم شرح المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة كتاب جيم وكتاب بايبيت وكتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة في قائمة لصف الخامسة الابتدائي العام الدراسي الجديد إن شاء الله ناخد مع بعض النهاردة من كتاب بايبيت 2023 وشرين انشطة من الوحدة التانية على الدرس التاني صفحة سبعة وسبعين بيج سبنتي سيفن. اول سؤال معي بيقولين اختر الاجابة الصحيحة من التلات اختيارات اللي عندنا. بيقول هنا هي بتكون جيدة في جيدة في ايه نقط فوتبول. دي كرة القدم. انا عندي بعد بيجي لي اما نون اللي هو الاسم او المصدر بتاعي اللي هو اصل الفعلي من غير اي اضافات خالص. وبضيف له الاي ان جي. يبقى هنا بلاي جايب للمصدر ما يفعش هنا في المدارع البسيط ما يفعش هنا المصدر بتاعي وضيف له الاي ان جي دي هي الاجابة الصحيحة. رقم اتنين. هما بيكونوا رائعين. غريت غريت ايه غريت ات ولا اوف ولا اون طبعا غريت ات. وزيها زي جود ات وباد ات برضو بيجي لي بعدها نون الاسم او مصدر الفعل. اصل الفعل ومضفله الاي ان جي. عشان كده يجيب لي هنا هيلبانج. هيلب ومضفله الاي ان جي. بتاخد ايه? بتاخد معها زي جود ات وزي باد ات. بتبقى برضو جريت ات يعني رائع فيه. هما بيكونوا رائعين فيه. helping their mom مساعدة ايه? مساعدة مامتهم. رقم ثلاثة. انا جيت في reading arabic. انا جيت في قراءة العربي. نقط ايام باد ات ويسيء في making dinner. في تجهيز واجبة العشاء. في تجهيز واجبة الايه? واجبة العشاء. انا عندي هنا انا جيت في كزا. وسيء في كزا في عندي تناقض. التناقض انا بستخدم معاه انا. طبعا انا بتربط لما بين جملتين في تشابه بينهم. الجملتين شبه بعض. بيكملوا بعض. بعض باستخدمها في التناقض بمعنى لانا ولازم بيجيلي بعدها ايه? بعدها سبب. طبعا ما ينفعش اقول ده انا جيد في كراءة العربي. لان انا سيء في اه تجهيز العشرة منهم شو علاقة بعض. لازم يجيلي بعدها ايه سبب? يبقى انا هنا هستخدم باط هنا بستخدم فيه التناقض. وكمان في الجملة الايه? المنفية. والتانية الايه? والاخرى بتكون مسبتة. لو كان عندي جملتين. واحدة منفية والاخرى مسبتة بستخدم باط. فيه تناقض فيه المعنى. انا جيت في كزا وسيء في كزا. بستخدم ايه? بستخدم باط. رقم اربعة. انا جيت في ايه? تنس الطاولة. نقط اي كان موف فاست. بقدر اتحرك بسرعة. ليه? او يعني بمعنى او. او بقدر اتحرك بسرعة? لا. بط لكن بقدر اتحرك بسرعة في تناقض? مفيش تناقض. انا جيت في تنس الطاولة اه لكن بقدر اتحرك بسرعة مفيش تناقض. لكن فيه هنا ده ايه? ده اللي هو السبب. ايه السبب ان انا جيد في تنس الطاولة? لان بقدر اتحرك بسرعة. رقم حمس المنقيس الكروت او الكرة ده. بتكون جيدة في ايه? الاشجار. بتكون جيدة في طبعا في تسلق الاشجار. انا عندي هنا لازم بعدها انفنت في مصدر الفعل. اساس الفعل وبضيف له الاي ان جي. هنا فيها المصدر. الفرب اي ان جي. هنا في المضارع البسيط مع المفرد. يبقى انا هنا هاختار في التسلق. الكرة ده بتكون جيدة في تسلق الاشجار. شو السؤال اللي بعد كده? هنبدأ نوصل. الجملة بالتكملة المناسبة لها. ايام جود. انا جيد. يلا نقرأ كده العمود بيه كامل. هانبول اللي هي كرة اليد. يعني بتكون ايه? رائعة في عبور الصحراء. لعب الايه? في لعبة او في لعبة التنس او في لعبة التنس. يعني سيء في. لكن انا سيء في سيء في تجميع الصور الايه? الصور المتقطع. تمام. كده عندي كل الاختيارات اللي هاختار منها تكملة لعمود الاول. يبقى ايام جود بتاخد معها ايه? جود بتاخد معها ايه? ايام جود ايام جود ايام جود ايام جود هنوصل بها هنوصلها بالحرف سي ونكته بالحرف سي. كمان هنا عندي نمبر ايام جود ات. انا جاية في كراءة. انا جاية في كراءة ايه? هم? ايه هنا اللي تكرأ. ايام جود ات ريدن انا جاية في الكراءة. تمام? هيكمل لي هنا بقى تكملة بتاعتي بيقول لي هنا ايه? لكن انا بكون سيء في انا سيئ فيه اللعبة بتاعي تجميع الصور متقطعة صور كده مفصورة عن بعضها وانا بجمعها انا سيئ فيها نكتب هنا الحرف اي وكمان هنوصلها بالحرف اي ده سؤال ايه الشيء اللي انت بتكون سيئ فيه انت سيئ في ايه يبقى هنا هتاخد معايا الحرف دي هنوصلها بالحرف دي ونكتب كمان الحرف جنبها الجمال بتكون ايه الجمال بتكون رائعة في عبور تكون رائعة في عبور استحراء ده هي رقم اربعة هياخد معايا ايه هنا هياخد معايا الحرف بي هنوصلها بالحرف بي ونكتب الحرف بي رقم خمسة اشي هي بتكون جيدة فيه بتكون جيدة في ايه طبعا هنا اللي هي بقية معايا بتكون جيدة في كرة القدم برقم خمسة هياخد الحرف A ونكتب جانبها الحرف A السؤال اللي بعد كده يقول لي أكمل الفراغات هنستخدم الكلمات في تكملة الفراغات ريد اقرأ أنفلن إذا جبس وهنملاق إيه جبس اللي هي الفراغات بطمم معنى لكن للتناقض باد يعني سيء هالبنج يعني مساعدة أختي إسراء بتكون بنت إيه بنت جيدة أختي إسراء بتكون بنت جيدة هي بتكون جيدة في إيه نوعات في المطبخ يبقى هتكون بتعمل إيه مع مامتها في المطبخ يبقى جيدة في إيه طبعا عايزين بعدها طبعا هناخد بتكون جيدة في مساعدة مامتها في المطبخ يبقى نكتب هنا بتكون جيدة في مساعدة مامتها في المطبخ. هي بتكون ايه في صنعة الكيكة? طبعا طالما هي بتكون اه اه بتساعد مامتها في المطبخ يقول هنا طبعا اللي بتاخد معها حرف الجرقات اللي هي باد. هي سيئة في ايه? في اه صنعة الكيكة. يبقى سيئة في صنعة الكيكة. نقط لكن بتكون جيدة في ايه? او رائعة يعني رائعة. رائعة في صنع الشاورمة. تمام? يبقى هنا التناقض باخد ايه باط بمعنى لكن. بتكون سيئة في اه بتكون سيئة في صنع الكيكة لكن بتكون رائعة في صنع ايه? الشاورمة. جيب للصفحة اللي بعد كده صفحة تمانية وسبعين. اكمل الجمل. هو بيكون اه رائع في نقط التنس. التنس. عايز نعمل ايه? هنكمل الجمل. وهنستخدم الكلمة اللي هي بين القصين دي لكن بالشكل الصحيح بتاعها. بيجي لي بعدها انفنت في المصدر وبضيف له ال اي ان جي. بلاي هتيبقى ايه? هو رائع في في لعبة التنس. رائع في لعبة الايه? التنس. يبقى هي اس جريت اد بلايينج. نمبر تو عالي زباد. عالي بيكون اه سيئ في سيئ في تحدس اللغة الفرنسية. بتاخد معها حرف الجر لكن مش او بتاخد معها حرف الجر اسمه ايه? اسمه اد. انا جايد في نقط في تجهيز واجبتين عشاء. بيجي لي بعدها مصدر? لا بيجي لي بعدها الفرب اي ان جي. طب انا عندي فرب معنى يعد او يصنع. منتهي بحرف ايه. عارفين خلاص? ان لو الفعل بتاعي منتهي بحرف ايه. وانا المفروض احطوه ال اي ان جي. بحزف الايه. طالما حرف الايه مش منطوق. ما بنطقش حرف الايه. بحزف الايه وبحط الاي ان جي. طيب لو عندي كلمة سي. يا را انا نطقت الايه اي ودي لونج ايه. بعمل ايه? وانا بحط الاي ان جي. بحط الاي ان جي عادي ما بحزفش الاي ما ينفعش. يبقى طالما الايه مش منطوقة بحزفها وبضيف الاي ان جي. رقم اربعة. ذي ار بدقات. هما بيكونوا سيئين في دو كار دي. في ممارسة او في اداء لعبة الكارت ايه? بعدها الفرب وانجي. طب هنعمل ايه? هتبقى دو هتبقى دونج. رقم خمسة. انا جيد جدا في لعبة كارت القدم. يبني هنا بيكوز لانا. لكن انا سيئ في سيلنج اللي هو الابحار. تمام? انا جيد في حاجة وسيئ في حاجة تانية. يبقى انا فيه اه لانا في هنا اه بعدها السبب? وقبلها نتيجة? لا. لكن لما يكون فيها عندي تناقض. جيد في شيء وسيء في شيء تاني لازم بختار كلمة ايه? بط بمعنى لكن. جيب لي بعد كده. رتب الكلمات الاتية. هنبدأ نرتب الكلمات عشان نتكون جمال مفهومة وصحيحة. اقرأ ويقعيد ترتيب التالي عشان تكون جمال صحيحة. اي الاختيار ما بين اتنين. ملكك او يخصك اللي هي رياضات اللي هي المفضلات. عايزين نقول ايه هي الرياضات المفضلة بالنسبة لك? هنقولها ازاي? هنقول ايه? او هنا هنقولها ازاي? اي الرياضات? يعني بتكون المفضلات بالنسبة لك. يعني اي الرياضات? بتكون ايه? بتكون هي المفضلة بالنسبة لك. رقم اتنين از يكون هي هو جيد جيد في كرة القدم ات يعني فيه. هو بيكون جيد في كرة الايه? القدم. يبقى هو جيد في كرة القدم. هي اس جود ات هو جيد في كرة القدم. رقم تلاتة ار يكون وبتسيق واط ما او ماذا يو انت ات فيه? عايز يقوله انت سيق في ايه? هيقوله ايه? بقى هيقوله ايه? وات ار يو باد ات. وات ار يو باد ات. هنا رقم اربعة باد سيق يعني صنع هي هو اس يكون دونر العشاء ات فيه. هو بيكون سيق فيه تجهيز واجبة الايه? العشاء. هي اس باد ات ميكينج دينر. هي اس باد ات هو بيكون سيق فيه ميكينج دينر. في واجبة الايه? العشاء الجزء الخاص بالتركيم. ده علامات التركيم. بانك تويت اذا فلو. رقم التالي. what about you عامر? ماذا عنك يا عامر? اول حاجة عندي هنا. اه حرف وبيعملو كابيتل لتر. وعندي اسم عامر. بعمل فيه اول حرف كابيتل لتر. اي شخصية عندي? في داخل الجملة بعملها كابيتل لتر. جيب لي بعدها هنا. اه طالما ده السؤال بعمل في النهاية ايه? بعمل في النهاية علامة استفهام. رقم اتنين. هم جايدين في لعبة التنس. اول حاجة عندي هنا حرف بعملو كابيتل لتر. وعندي هنا لأصرف الفصل العلوي. ليختصار. يبقى دي تاني علامة من علامات التركيم. بعد كده انا في النهاية هنا بعمل في نهاية الجملة لان دي جملة خبرية مش استفهمين. كده حبايبي خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم. واشكركم على حسن استماعكم. قبل بس ما اقفل الفيديو. نسيت بس كلمات. ايه? ايه? الرياضات اللي تكون ايه? مفضلات بالنسبة لك. تمام? كده اشكركم على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.